هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن ببودكاست تابو معي أنا واردي بوداهر الحلقة اليوم عن اضطرابات النفسية الجسدية مع الطبيب النفسي دكتور سيد جريش أهلا وسهلا فيك مجددا بطابو دكتور سيد أهلا فيك واردي مرسي كتير كتير على استضافتي كمان شكرا لألاك واللي رح نحكي عنه اليوم يمكن كتير بنسمع عنه أنه دايماً أيام بيقول لنا واجعك من استرس واجعك نفسي واجعك ما فيه له أي أسباب جسدية فرح نحكي شوي عنه أكتر ونروح لإذا بدك منحة شوي أوسع وين بيصير هالموضوع اضطراب فباسم الاضطرابات النفسية الجسدية بالدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية فيه أكتر من اضطراب مسكور تحت هيدا العنوان فممكن تعطينا تعريف بسيط عن كل واحد من هيدول الاضطرابات لحتى هيك نفهم شو هني ونتوسع بكل واحد منه من بعضه أكيد أكيد بشكل عام هولي الاضطرابات شوي هيك بتحكي عن النفسية والأسس الجسدي كيف فيهم أيام يفوتوا ببعضهم وكيف يكونوا مترابطين على الشخص سو بنحكي عادة هيك عن أربع اضطرابات أول اضطراب بنحكي عنه وهو أشهر واحد وهيكي موجود هو الوسويس على المرض يعني اللي شوي بيوسويس على صحته بس أكيد بطريقة مرضية مبالغ فيها تاني اضطراب بنحكي عنه هو الـ Conversion Disorder أو اضطراب التحويل اللي هو هيك يكون فيه عوارض عصبية بدون تفسير طبي هلأ كمان نرجع نوسعون بنحكي عن شيء اسمه يعني عبارة تاني كيف ايام الاضطرابات النفسية عم تأثر مباشرة على الاضطرابات الجسدية ومنحكي بالأخير عن شيء اسمه فاكتشوس ديس أوردر هذا هيك اضطراب شوي غريب ما كتير منشوف منه منحكي كلمتان عنه بركي بالأخير اوكي إذا ما نتوسع فيهم واحد واحد ونحكي هيك شوي على نقاط أساسية اي من هاي الاضطرابات هي الاكثر انتشارا بين يلي نذكره اكتر شيء منشوف هو وسويس المرض الوسويس المرض يعني اللي هلأ بنحكي عنه هو من زمان كان اسمه إيبوكوندري هلأ هيك تقسم لأسمان جديد بس هنجرب نلخصهم أنا ويكي بطريقة هيك هيني سوهو هيدا الاضطراب مبلش نحكي عنه ولا ياس 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 اي لا لا مبلش فيهم هيك تمانضيع يعني واحد وردتاني تتكون واضحة اوكي اوكي سوهو الوسويس إذا هيك بدنا نلخصه هو وقت الشخص بيكون كتير عتلنهم أو كتير خايف على سحته بيكون خايف من الأمراض بشكل عام وهوني منقسم لنوعين إذا بدك لنوع المرضى اللي بيكونوا عم بيحسوا فعلا بعوارد جسدية فين يكونوا عم بيحسوا بأوجاع أو عم بيحسوا بدوخة أو بتنميل بجسمهم أو تعب جسدي لغض النظر حيلا عارض حيلا سمتم موجود ولكن هيدا العارض عم بيأثر كتير سلبا على المريض عم بيخذله كتير من وقته كتير من تفكيره كتير من طاقته عم بيفكر فيه عم بيشتتله تركيزه ما عم بيقدر يكون مرتاح هيدا المريض عم بيسبب له أيام كقابة عم بيت عم تتعب نفسيته من وراء هولي العوارد علما إنه هولي العوارد نعمله نفحو صدام نفحص من قبل كذا حكيم وبرضو هولي العوارد كتير عم بيتعبوله نفسيته وكأنه نفوكس عليهم أكتر من ما لازم يفوكس عليهم بالتالي مأثرت له على حياته كله سوا فهيدا جزء إذا بدك بس يكون فيه عوارد فيه إذا بدك وسويس مرض نوع تاني منحكي وقتها ما بيكون فيه عوارد ولكن بيكون أكترية المشكلة هي يخوف من المرض يعني بخاف يصير عندي كنسير بخاف يصير عندي مشاكل بالقلب أو بالدماغ تبه كل الناس بتخاف بس بس نحكي نحنا بإضطراب ببعا نحكي بشيء زيد عن الزوم يعني مثلا إذا حدا حدا حكي قدامه إنه حدا من الجيران توفى بسبب كنسير أو مرض تاني أو حدا نصاب بمرض مثل مثلا الكوفيد أو غيره بصير الشخص كتير يوسويس كتير هيدا الشيه يتعبه حتى ببعض الوقات فيه يصير يحس بعوارد يصير يروح كتير عند الحكمة أو بصير يتفادى حتى الحكمة بصير يخاف من الحكمة يعني عنا كمان هول النوعين سو الشخص بصير كتير اخذ تفكيره خوف إنه أنا بركي صار معي مرض إيكس أو إيجراج أو زيد سو كمان التأثير برجع بقول بيكون كبير مش حيلا خوف عم نحكي عم نحكي بيخوف كتير قوي وانتعب له نفسيته لهيدا الشخص وأكيد هون الناس برجع بقولك شوية مقصومين لنوعين يا بيقدوا يروحوا عند الحكمة كل جمعة كل جمعتين بيشوفوا الحكيم بيفحصوا بيطمنوا يمكن يتطمن المريض ويمكن لا وإذا تطمن يمكن يتطمن على فترة صغيرة بيرجع بيوسوس من جديد إذا سمع خبرية جديدة مثلا أو إذا رجع هو يحس بيعارض جديد بجسمه وكمان بيقول بركي هيدا الحكيم مثلا ما شخص مزبوط أو كل هون الحكمة بركي مش عم بيعارفو أو بركي بعد ما في صورة عم بتوضح أو ما في فحص دم عم بيوضح الشخص طبعي شو بيقدوه بهيدا النوع التفكير بس عم نحكي على وقت طويل بطريقة بتشل حياته للشخص أعتقد هيدا العبارة المناسبة وإحنا بنحكي عنه كأطراب لما بيصير هالموضوع عم بيأثر على الحياة اليومية للشخص يعني عم جدا عم بتشلله حياته وما عم بيعيش هالحياة مثل ما هو مفروض يكون عم بيعيشها بالحياة الطبيعية يعني أه ممكن يكون عنده خوف ممكن يكون شخص بيعمل دايما يمكن نفحوصات وبتأكد من وضعي السحي بس مش لدرجة أنه أنا يمكن هيدا الشي بيصير بيتكرار لدرجة حياتي ما عم بقدر استمر فيها بطريقة سليمة وصحية أكيد أكيد وفيها فعلا فيها تكون كتير متعبة وكتير صعبة وهيدا قلنا هي الإلنس انكزايتي ديس أوردر صح إذا بدك هيدا الإلنس انكزايتي أو سوماتيك سنتم ديس أوردر هني هولي المرضين شوي بيشبهوا بعضهم إذا بدك وحدة مع عوارة جسدية وحدة بدون عوارة جسدية بس المغزى هو ذاته أنه هو الخوف على الصحة والوسويس إذا بدك من المرض بشكل عام هل أسباب هيدول الإترابات مشابهين للأسباب الإترابات الأخرى المتعلقة بالعوارد النفسية الجسدية ولا لا مختلفين يعني كل إتراب له أسبابه وطريقة التعامل معه مختلفة تماما كمان بس بدنا نحكي بأسباب مثل معظم القصص منقول كمان في استعداد جيني أو ويراتي بيولوجيا إذا بدك فينا نسميه بيكون الشخص هيكي ميلي يكون فيه نقص بهذه المادة السيروتونين اللي بتكون نقصة وهذا الاستعداد بلس أكيد الاستعداد الثاني اللي هو الظروف اللي بيقطع فيها شوية العائلة شوية التربية كيف بتكون شوية طريقة التفكير بيكون كمان كيف شوية شخص نظرته للمرض بشكل عام كيف نظرته للوجع كمان بشكل عام بيكون عندهم شوية هيكي سوي طبع الوجع أوطى من غيرهم يعني كتير حساسين على الوجع أو على العوارد بشكل عام مش ناكي ان كتير ناس ما بيتحسنوا على الأدوية الصحة يعني إذا حكيم الصحة وصف له شي ما منشوف في تحسن لا بل منشوف حتى كتير عوارد جانبية من الأدوية اللي هني أخدوها أنا بالأساس مش حايزينها يمكن أنا عم يأخذوا شي هذا مش بحاجة لأقلو بالوائع مية بالمية مش هكي ما بيستفيدوا ولا بل حتى بيضايقوا من العوارد الجانبية سو إذا بدك هيكي كل هول العوامل مع بعضها بتخليه هيدا الشخص يكون عنده استعداد معي وأكيد بدنا زيد فوق كل هيدا الاسترس اليومي اللي بيقطع عليه حتى أيام نشوف أنه إذا الواحد مثلا بيعيلت وعنده أمراض كتير إذا عنده استعداد لكانسير أو استعداد لأمراض قلب أو في كزاوفيات صاروا بعيلته هذا الشخص معرض أكتر يعمل هيدا المشكلة القلق والوسويس على المرض اللي هي إلى حد ما فيه شيء من المنطق الواحد يعتلهم بس تزيد عن حده بس تزيد عن المنطق بشكل عام منقول لا صارت اضطراب وفعلا عم بتتعبه كتير للمريد وعامة العلاج مفيد لأنا اللي عم فكر فيه هلأ أنه إذا عم نجي منقله للشخص أنه عندك اضطراب آخر هو عنده خوف من أنه يكون عنده أي نوع من أنواع المرض فممكن هالشي يزيد من الخبرية فكيف بيتم العلاج وقتنا نحن نخبره أنه عندك اضطراب لكن مش دايما كتير من الأيام المريض هو بحد ذاته بيقلك أنا بعرف أنه هذا الخوف منه منطقي وبيقدر يوصف فضعه كتير منيح بيضل واعي بيقول أنا بعرف أنه ما المفروض بني شيء وليش بده يصير لي شيء أنا عملت لفحصات بس هولي الأفكار عم بيعلقوا علي ما عم بيقدر شيل هذه الفكرة لو شو ما عم بعمل لو قد ما عم بيطمنوني الحكمة والعائلة ما عم بيقدر أتحكم فيها وهذا الشي تعبني صو ببداية المرض إذا بدي هني بيزوروا كتير الحكمة للصحة ما بيمنع أكيد بيكونوا تمنوا بالهم زيادة عن الزوم بس بس يقطع أشهر وأشهر وما عم بيشوفوا أنه هذا الشي عم بيريحهم ويتمنهم لا هني أيام مش حتى محيطهم هني بيطلبوا أنه لا في شي نفسي بدنا نشوف أخصائي نفسي بدنا مساعدة والعلاج بيفيد يعني بيقدر الشخص يتعامل مع هيدا الاتراب ويتخلص منه فينا نخفف كتير كتير منه يعني ببعض الحالات نقول تحسن 100% ببعض الحالات 80% أو 90% عم نحكي بين علاج بالأدوية وبين علاج نفسي لأن نتيج بشكل عام كتير منيحة وما بيمنع من وقت لوقت كمان نحن ننصح المريض أنه كل فترة كل كذا شهر إذا أنت حيب تعمل تشاكاوب تشوف حكيمك تعمل فخوصات مش غلط يعني هذا جزء من العلاج بنعتبره كمان بس مهم ما يكون مبالغ فيه مش كل جمعة وكل جمعتين بنا نزور حكمة نتكلف نضيع وقتنا وما نوصل لنتيجة طب إذا بنا نحكي عن الـ conversion disorder أو اتراب التحويل شو هي أبرز العوارض يعني نحن منشوفها وكيف منميزها عن الاترابات الثانية من نفس المجموعة ونصرنا شوي بشابتر تاني إذا بدك الـ conversion disorder هو وقت الشخص بيحس فجأة بعوارد نيرولوجيك أو عصبية أو دماغية وفجأة بتجي بمعظم الحالات بيروح على الطوارئ بمعظم الحالات بنعمله فحوصات دم صور للراس صور للإجر لكل شي وبيطلع ما فيه شي يعني إذا بدك عوارد واضحة ولكن طبيا مش عملاقي تفسير لألا نهائيا وقته هون يقول الحكيم الـ الـ أو حكيم الراس أو غيره بيقول له هيدا ما فيه شي هيدا يمكن عصاب أو هيدا سترس أو غيره هو شرط أساسي لازم يكونوا عوارد عصبية يعني نيرولوجيك إذا بدك هكي يعطيكي شوية أمثلة يمكن الواحد مثلا يحس بيضعف بإيده بطل قدر يحركه منيح أو بيقجره أو حتى فيه تروح للشلل يعني ما بطل قدر يحرك إيديه أو إجريه أو نصه يعني كأنه عم نبين كأنه في جلطة بالراس فيها تبين هيكي بالطوارق إيام فيها تنتع إيده مثلا بلا ما يتحكم فيها إيام فيها ترجو في الإيد إيام فيها تكون مشكلة بالبلع ما بيقدر يبلع مظبوط إيام ما بعيد يقدر يحكي حتى مظبوط لفظه بيصير صعب كتير إيام بيقدر يعمل كريزة مثل كريزة الكهرباء يعني بيقع بالأرض بيقع أنه بغيب عن الوعي بينتع جسمه كمان فينا نقدر نفكر كهرباء ببعض الأوقات يمكن في تنميل بالجسم ببعض الأوقات ما بعيد يقشع منيح بيقول أو أنا نعمات مش قشع شيء قدامي أو مش عم بقدر شم وغيرة وغيرة من العوارض اللي أكيد مهم كأول مرة بتصير لازم نعمل الفحوصات لازم نتأكد إنه أكيد مفي شيء عدوي بس نتأكد إنه مفي شيء عدوي وبس نشوف الكنتكست ليش عم بيصيرو هولي القصص بنعرف إنه لا هيده أكتر كونفورجن أكتر من إنه شيء عدوي كبير بيخوف وليش بيصيرو يعني هل الشخص مثلا بفترات معينة ممكن يظهروا عنده هيدول العوارض هل بمحل هو قدير يسيطر على هيدول العوارض ولا هي عم جد عم تصير جسادية عم نحكي عن شعور كأنه في شلل أو الشخص عم بيصير عنده يمكن كريز ما عم بيقدر بقى يتحكم بأي عضو من جسمه فالموضوع كبير مش أنه تفصيل صغير هل هو عنده أي إرادة على الموضوع ولا لا كليا مش قادر يتحكم بأي شيء هيدا هيدا نقطة كتير كتير مهمة من جرب دايما نواعي محيطه حتى أيام نواعي الفريق الطبي اللي ما كتير بيعرش بالبسيكياترية إن كان بالإرجانسة أو غيره منواعيهم منقلهم إنه هذا الشخص مش عم بيمثل أو مش هو فيه يتحكم به وللأصص ولو نحن ملقينا شيء عضوي هذا الشخص بمطرح معين فيه وجع جواته وجسمه عم بيعبر بهيدي الطريقة جسمه اللي عم بيعبر سهو منه عم بيمثل وهي دي نقطة كتير 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 منشدد عليها حتى لو إيام بيقولونا إنه عمل هيدا الكريز بس لأنه وقتا نحنا جينا مثلا مش ما عملها بغيابنا يعني عم بيمثل دايما منقول إنه لا هيدا اللاواعي طبعه هو اللي عم بيسبب له بهيدي الكريزة اللي عم بتصير قدامكن هو منه بواعية ومنه مسؤول عنه لابل هو بده مساعدة أيما تا بتصير هيدا الكريز كتير إيام بتصير بعد مشكل معين بعد سترس معين صدمة معينة كمان فيها تسبب بهيدا الشيء حتى ببعض الأوقات ما يكون مش ضروري يكون فيه سترس بعد وصير هلأ بس يمكن الشخص اللي فترة عم بيفكر بقصص أو قاطع بفترة استرس ما بيمنع إنه كمان جسمه هو اللي عم بيعمل هيدا الرد الفعل ما يعني هو عم بيمثل بأي أعمار فينا نقول إنه نحن فينا نعمل هيدا التشخيص ونقول الشخص عنده conversion disorder كل الأعمار نقوله نحط هيدا التشخيص عادة ميلي تكون عند الصغار يعني عند الجن العشرينات إذا بدك أكتر شي ميلي تكون أكتر وحتى فيها تصير عند الولاد وأكيد كل ما نكبر بالعمر إذا بتصارت أول مرة عند حدا كبير بالعمر أكيد لازم نتأكد أكتر إنه فعلا ما في شي عضوي قبل ما ظهر ينجزوم ونقول إنه هيدا conversion disorder ما بارف إذا السؤال طبعي رح يطلع سائل بس أنا وهي الفكرة اللي عم بتدور براسة إنه وكي نحن عم نقول إذا ما ترى في أي أسباب عضوية بس أدي كمان بأوقات ممكن يكون في أسباب عضوية مش ظهرة أو يمكن الفحوصات اللي عملت ما بيانت هيدول العوارد فهل نحن أو أي متى إذا بدك فينا نقول إنه اكتفينا من الفحوصات العضوية وفينا نقول إنه هيدا conversion disorder لكن هلأ في فحوصات بتكون جيزمة وواضحة كتير يعني إذا بدي أعطيكي مثل حدا وقع وكان نعمل كريزة كهرباء نحن بنعرف إنه إذا بنعمل تخطيط مطول هيدا التخطيط حيبين إذا في كهرباء ولا لا أو حتى نحن إذا شفنا إذا في شلل نصفة عند هيدا الشخص اللي هي كمان نشوفها كتير كمان صورة للراس بتجزم بتأكد لك إذا فعلا في جلطة ولا لا برجع بقلك بس نقول نحن بconversion هو فعاليا شي عضوي يعني بس عضوي على السعيد إذا بدك الكيميائيات اللي عم بتصير بالجسم مش يعني المرض الزات واللي نحن شاكين فيه يعني مزبوط ما في كهرباء بالراس مزبوط ما في جلطة بالراس بس في شي تاني اللي هو اسمه conversion يعني نحن عم نعطيه تسمية وفعلا في شي عم بيصير بالدماغ تعم بيعطينا هولي العوارد بس بتفرق كتير إذا علاجناه بالطريقة الصحيحة أو إذا مثلا نعطيناه دولة للجلطة كنا عم نأزيل للشخص مشان هيك بهمنا نعرف هيدا عامل المهم عامل تاني مهم الكونتاكست مثل ما قلتلك يعني إذا هيدا هولي العوارد دايما عم بيصيره كلما هيدا الشخص يعلق مشكل مع مرته مثلا دايما بعد كل مشكل بيصير فيه معه مثلا شلال نصفي أو إذا مرة كمان كلمة مثلا تعمل مشكل مع عائلتها بتنشل إيدا واحدة هيك ما بيعد فيها تحركها أبدا أو بتصير تنتع إيدا فهيدا الكونتاكست بس نشوف أنه فيه سترس أكيوت بعده صايره قوي كتير ومنعرف أنه هيدا الشخص نسبيا حساس على هيدا الموضوع بلاس أكيد الفحوصات اللي كلنا عملت صار فينا نسمي يمكن بعد سنين يمكن بعد عشرين خمسين سنة يبينوا فحوصات دقيقة كتير تبين لك شو إكزاكلي عم بيصير بالدماغ وقتها يكون فيه بغض النظر بس النتيجة هي زيتها يعني نحنا ما رح نعالج لجلطة أو ما رح نعالج لكريزة كهرباء إذا نحنا ما عمنا إياها بالعكس ما رح نعالج الشق النفسي وبس نعالج الشق النفسي فعلا هو للأساس بيخفوه إذا بنا نحكي عن علاج كيف بتصير يعني إمتى نحنا منقول هالشخص بنا نعمله علاج للconversion disorder بس تتبلش تتكرر إذا صارت مرة ما بيأثر إذا يمكن مرتين ما بيأثر ما إذا صارت عم تتكرر بنمط معين وعم تأثر كتير عليه للشخص عم تأثر على شغله أو على علاقاته مع البيئيين حتى هو عم بيوقع مثلا إذا عم بيغيب عن الوعي إذا روح حاله وخبط راسه يعني بس نشوف الريسك فعلا لا لازم نعالج وحتى بالأخص إنه بس يكونوا هؤلاء الحالات بيطولوا هي أصلا بحد ذاتها الحالة فيها تضل كم ديئة وفيها تضل أيام حتى فيها تضل للأسبوعين بس تطول هذه الحالة نحنا ننصح لا لازم نتدخل بطريقة نسبيا سريعة تنوقفها وهل هو علاج بالأدبية ولا علاج نفسي أو ممكن يكون لتنين تنينتهم تنينتهم بلعبوا دور الأكيد على الصعيد السريع الدواء بيساعد كتير بالأخص مهدق لأنه يكون الشخص كتير سترسيس والمهدق ضغري بيريحه وبيخفف من هول العوارض على المدى البعيد إذا عم تتكرر أكيد الدواء كمان إله مطرح بس كمان العلاج النفسي إله دور كمان مهم كتير تل واحد يشوف شو الأسباب شو عم بيصير معه للشخص شو طبيعة المشاكل اللي عم بتصير معه شو اللي مدايقه لا عم بيوصل لأنه عم بيعمله للكرائز اللي مش عم بيعملون برجع بقول مش بإيرادته اللي جسمه عم بيعملون كردة فاعل على الضغوطات اللي عنده إياها صعب على الناس اللي محاطة بحدا عنده هيدا الاتراب أنه يتفهموا الموضوع يعني خاصة إذا كلمة كان في ضغط معين بتظهر هاي العوارد فبيصير في خوف دايما عنده الأشخاص اللي نواجهوا يمكن أنهم يحكوا أنهم يعبروا فكتير أساسة بعتقد أنه الشخص إذا عم بيصيروا معه يكون عم يتوجه للدعم أول شيء لحاله لحتهو ما يعيشون بس كمان لا يقدر يكون علاقاته أو التواصل طبعه مع الأشخاص اللي حوله مريح ما بعرف إذا بتوافقني بس حسيت أنه التأثير على الجماعة كمان كتير كبير مش بس على الفرد بحد زيته كتير مهم من هون التوعية مهمة كتير كمان من حكمه له هيدا الشخص ما نتهمه أهم شيء ما نتهمه بالتمثيل أو بلفت الانتباه أو غيره لأنه هيدا هتزيد الأساس ما رح تساعد أبدا بعتقد صرنا بيتات واحد مارف إذا فيه شيء كم تقوله بعد عن الكونورجن المبدأ لا هيدا الكونورجن كي اختصار الثالث طراب نحكي مثل ما قلنا كيف الطرابات النفسية فيها تأثر مباشرة على الأمراض الجسدية هون فينا نعطي أكتر شيء مثال يعني هيك بس نقول قد إياه مهم الواحد إذا بيحسن نفسيته قد فيه تفادى أمراض وقد فيه يكون هو مرتاح جسديا مش بس نفسيا يعني بقعطي مثال إذا حدا عنده كقابة عنده ديبرشن شوية كأنه مستسلم مستسلم من الحياة بسبب الكقابة فيه يبلش مثلا يرفض ياخد الدواء الضغط أو الدواء السكري إذا بدك هيدا بطريقة معينك كأنه نوع من الانتحار بس أنه خلاص استسلم ما بقى بدي أخد ولا دواء خلوني مرتاحك سوهون يمكن عم نحكي أنه كيف الكقابة عم بتسبب لنا مشكلة صحية بطريقة غير مباشرة مثال تاني منحكي الناس اللي عنده رابو عنده آزمة تعرف اللي عنده رابو حياله سترس أو انجزايتي بتسبب له بكريزة رابو حياله توتر كمان إذا حدا عنده انجزايتي وعنده رابو كتير مهم من عالج الانجزايتي لأنه مكون كتير عم نخفف من كرايز رابو بطريقة غير مباشرة ونفس الشي اللي عنده كرون ديزيز اللي هي مشكلة مزمنة بالأمعاء بتعمل التهابات كمان هيدا المرض مرتبط كتير بالسترس كلما المريض يعمل استرس أكتر كلما يعمل كرايز السهل أكتر وحرارة أكتر بسو كمان عنا سبب إضافي نعالج الاسترس من الأساس الميجران نفس الشي اللي عنده الميجران بيعرفه كتير أكتر بيعرفوا أنه قدال استرس والتعب النفسي بشكل عام بيعملوا نكرايز ميجران كمان سبب إضافي وغير أمثل إذا من نحكي أيام نشوف حالات دينايل يعني حالة نكران للمرض يعني إذا حدا تشخص أنه عنده كنسير مثلا يقول لا أنا ما عندي كنسير بيرفض هيدا الفكرة حتى فيها تروح للزهان إنه أنا لا ما بني شي وهيدا منه كنسير والحاكم مغلط وما بيعرف شي حتى لو ناخد برأي تاني وتالت أنا ما بني شي سوهيدا النكران أو حتى هيدا الديلوجين عم بيمنع المريض ياخد العلاج للكنسير مثلا سو كمان إذا منعالج النفسي ومنساعده يستوعب بشو حالته الجسدية نقدر نساعده ببعض الأوقات قيام الناس بيتجاهلوا نوبة القلب يعني إذا في دبحة قلبية بيقولوا لا هيدا مانا شي ما بيني شي وفعلا تكون آخر شي دبحة قلبية بس لأنه هكي ميلين كمان كون عندهم النكران للعوارد أو للأمراض الجسدية وبتعرف عصلا السبب الأول والأساسي لأمراض القلب وأمراض الدماغ هو السترس كمان للناس اللي كمان عندهم سترس بحياتهم أو بيعملوا ديبراشن أو كل هؤل القصص بالتعب النفسية هني معرضين أكتر يعملوا أمراض قلب وأمراض الدماغ وأمراض شريين دايما منقول أنه اللي عنده هالاستعداد إذا عالج سترس تبعه بيكون عم بيحمي حاله جسديا قبل ما عم بيريح حاله نفسيا حتى في دراسات بتقول أنه عملوا دراسة اللي عنده سكري وعم بياخد دواء للسكري وشافوا أنه الناس اللي عندهم ديبراشن بشكل عام الدواء السكري ما عم بيكون فعال كفاية إذا موجود الديبراشن أما إذا راحة الدبريسيون عم بيكون هدا الدواء فعال أكتر هدا غير أنه بشكل عام لازم تعرفي أنه كمان بالاتجاه التاني أنه كل الأمراض المزمنة مثل السكري أمراض الكلاوي أو غيرها هي بحد زيتها منطقيا بدها تسبب بكآبة كتير مهم منعالج الكآبة غير أنه تلا يرتاح الشخص نفسيا بس كمان كرمال العلاج طبعه يكون فعال أكتر وكمان المناعة بتعرفي أنه السترس بيوطي المناعة قد ينحكي بهالموضوع بوقت الكوفيد وفي كتير أمراض غير الكوفيد لازم يكون مناعة الشخص منيحة اللي يقدر يحارب المرض وكل بيعرف أنه السترس لأنه يعالي الكورتيزول بيأثر كتير على المناعة وبالتالي النتائج الانتيبيوتيك أو غير أدوية الانفكسيون بتكون منفع علي كفاية هوا هيك بعض الإجزامبلات نشوف أنه أداء الشق النفسي بيأثر مباشرة أو غير مباشرة على الشق الجسدي بس هون مش عم نحكي إذا بدك عن اضطراب بيسيب شخص نحنا منشخصه فيه وبتالج على أساسه على قد ما يمكن هي شي ممكن يسيب كتير عدد من الأشخاص يعني مش مش أنه مثل الاضطرابات اللي ذكرناها من قبل أنه موجودة وعم نشوفها بتأثير كتير كبير على حياته اليومية على قد ما هو حالي الشخص بعيشه ومنشوفه عند كتير ناس بالمجتمع يعني شائعة جدا يلي هلأ نوصف أو بيفرق نرجع من قول حسب بالدرجة وإمتى من هي فعلا شائعة كتير شائعة كتير مش أنه هون لازم نفتح عيوننا بكل بساطة يعني الأهل لازم يفتح عيونه وحتى المريض لازم يفتح عيونه اللي عنده ربو اللي عنده أمراض قلب اللي عنده كرون ميجران يفتح عيونه شوي يكون أوعى على وضعه النفسي ويشوف إذا فعلا نفسيته منيحة ولا مرتاحة ولا لأ عن جد يلجأ لمساعدة طيب ساعد حاله جسديا برجع بقول سواء إذا مندوي عيوننا فتح عيوننا شوي نحنا كمحيط أو نحنا كمردة قصة جسدية يعني منقدر نخفف كتير كتير من هولي الأمراض مهم كتير مندوي على هالأمراض والعلاج هون بيكون علاج للوضع النفس اللي الشخص هم يقطع فيه ومباشرة من يكون ساعدنا بالمستوى الجسدي صح صح بنرجع للسبب بغض النظر هل هو سترس هل هو كئابة هل هو نكران هل هو زهان منعالجه كرميل نص هل هو أفضل النتائج مهم مهم في ذلك عننا الفاكتشيس تسوردر إذا لقت الاسم صح صح ايه الفاكتشيس هذي حالي شوي هكي غريبة مجودة بس ما منشوف مننا كثير لأنه ما بيجول عننا كثير هي إذا بدك وحتستغر بشوي هو الشخص وقته بيسبب لنفسه مرض جسدي بيسبب مشكلة جسدية وعلما أنه عم بيعمل هيدا الشي مش لمصلحة خاصة مش كرميل مثلا يربح مصاري مش أو كرميل يغيب عن الشغل بسبب منه واضح ما منعرف ليش بس أني منعرف أنه عادة الناس بيشتغلوا بالدمان الطبي إن كانوا حكمة أو ممردين أو حيلا دمان قريب من الطب يعني بيعرفوا شو عم بيعملوا وبيسببوا لحالهم مشكلة جسدية كرميل يتلقوا العلاج المناسب وهذا التصرف عادة يتكرر يعني كل فترة بدون يأزوا حالهم بطريقة بدون ما يخبروا هاي الفكرة أنه ما حدا بيعرف إلا هني أنه عم بيسببوا لحالهم مش هكي بيفوتوا كتير إيام مستشفيات وإيام بيغيروا كتير مستشفيات هأتي هيكي كم إجزامبل أعطعوا بالخبرة الصغيرة اللي عندي إياها منتذكر صبية هي عملي تمريد بتذكر كانت كانت دايما يعلى ضغطة وما ينعرف لليش شافت كتير حكمة الضغط عم بيعلى عم بيعطوها أدوية مش عم تستفيد أبدا أبدا بعدين نعرف بطريقة غير مباشرة أنه هي كانت عم تاخد أدوية أصد بتعلي الضغط كتير وإي كل مرة تاخد الأدوية وتروح عند الحكيم وتقول أنا ضغطي منو عم بيوتا منو عم بيوتا وعالما أنه ما أنا مستفيد بشي أبدا يعني اللي مستفيد بشي منعتبره شي تاني يعني حدا يمكن عم بيكذب أصد تايستفيد من شي بس هني هول المرضى لا فعلا ما عندن استفادة بي بي ولا ولا شي حتى أيام نعرف كمان حدا بالدمان عم تنزف دانته وعم بفايت كزا مرة على المستشفيات تلا آخر شي هو عم بيجرحها بطريقة كتير زكية ما بتبين من جوة تتصير تنزف كريميل تايخد الاحتمام من الناس وفي شي اسمه فاكتيشوس باي بروكسي وهون كمان حتستغربه شوي هو وقته نحنا ما منقزي حالنا منقزي حدا قريب مننا حدا من العائلة حدا من حبه يعني كريميل هيدا الشخص هو ياخد الاحتمام مش نحنا يعني هيدا الأزياء بتكون لشخص قريب مننا كمان هون بعت اجزامبل صغير كمان صارت حاتسة بمستشفى بلبنان زلمي كبير فايت على المستشفى لأنه عم بيقشوت السكري تبعه مش عم بيعرفوا الحكما شو عم بيصير عم بيعتوه دو عم بيعتوه سكري عم بيرجع يقشوت كل مرة يوعه الصبح وشوفوا عم بيقشوت كتير مع أنه من بيان سبب واضح بعدين اكتشفوا عالكاميرات أنه بنته اللي هي ممرضة كمان كل الليل عم تعطي كمية انسولين بطريقة بدون ما تقتلو بس بطريقة أنه ينزل هيدا السكري أكيد بحيك حالات ما فيك تواجه كتير لأنه بس يكون في مواجهة حيكون في نكران إلى حد ما بديك تعرف كيف بديك تواجه بس الأكيد أنه نتيجة زيتها بالنهي المريض ينكر أنه هو عمل هيك وكتير إليه للناس اللي بياخدوا مساعدة لهذا المرض طبعا شو بيجا كتير انترستين بقيت عمال له حلقة لحاله كتير حبيت الموضوع هو انترستين كتير وما تفكر نحنا بنعرف كتير عنه له هالموضوع لأنه برجع بقولك هني الناس ما بيتتابعوا هني بيكامل وعيون شو ما فيكي تفردي عليون علاج في هيكي نظريات انه بيقولوا بمطرح معي أن هني كانت طفولتهم ما فيه اهتمام كفاية فيهم نقص بالحنين نقص بالعاطفة بشكل عام هني ناس متروكين مش كتير فيه اهتمام فيهم حتى عن كبر هيكي شوي أكتر نظريات بس ما فيه شي هيكي مثبت ومأكد شو السبب الأساسي انترستين حبيته زكرنا بالحلقة اللي عملناها وقت الفولي أدو أو الزهان المشترك هيكي كنت عم استمتع أنا عم بسمع عنه مع أنه هو شي مش سهل والأضرار طبعه كتير كبيرة بس هيكي بفرجينا عن جد قديش الاترابات ممكن يكون إلى أثار على المجتمع وعلى الشخص بصورة خاصة لما بيصير هيدا التشخيص يعني لما منلاقي ومنقدر نكتشف أنه شي عم بيصير كيف بيتم العلاج والمتابعية اللي بتصير أهم أشيف بده يصير فيه مواجهة مع هيدا الشخص يعني إن كان الحكيم أو العيلي بنصح العيلي إذا نحنا تأكدنا أنه هيدا الشخص هو اللي عم بيسببه المواجهة بده تكون سلسي كتير يفضل تكون بوجوده للحكيم بطريقة أنه نحنا مش عم نتهمك بيبيشي بالكذب أو بيبيشي كبير كتير نحنا بنوصل المساج أنه نحنا عارفينك عم تعمل هيك بس نحنا بيهمنا نساعدك تنعرف ليش عم بيصير هيك هيدا أول ستاب كتير الأيام بيكون فيه مثل ما قلت لك الشخص بينكر بقول أنا لا ما عملت هيك أبدا وبيتسكر عن الموضوع وتخلص هيك ويبعض الأوقات اللي كتير قليلي اللي كتير قليلي بيقول إنه أي مزبوط أنا عم بعمل هيك وما عم بعرف لي عم بعمل هيك ما عمدي تفسير النصائحي اللي ممكن نعطيها لأي شخص سمح هاي الحلقة ولاحظ إنه هو بيعرف حدا عنده عوارد مماثلة حكينا عن أربع أمور فمختلفين متشعبين وبعرف إنه النصائح ممكن تكون مختلفة بس هيك نصائح عامة نافر جوج ما نحاكم حدا ما في اضطراب من اللي سميتون هو شخص مبسوط فيه أو هو شخص هو بيقدر يتحكم فيه كله عم بيصير بالقوة يعني هو منه قادر يتحكم فيه هو أكيد عم بيسبب له بانزعاج بوجع بكقابة بلي بدكيه هو أكيد بده يتساعد وبده مساعد ليه منقدر نعمله إنه شوي نعطي هيدا الطابعة الجسدة له للأضطرابات يعني ما نقول كل شي نفسي ما نقول كل شي هيكي من مخيلتك أو أنت عم تزيدها أو عم تبالغ فيها ما نسخف الأصص اللي عم بيحسها المريض بالعكس نقول إيه فعلا هيدا شي بيدي حل ولكن الفرق إنه بدل ما ينحل هون يمكن لازم ينحل عند أخصائي نفسي مش غلط وبس ودائما بحب أنا برجع بقول بحب أعطي الطابعة الجسدة لكل شي يعني حتى الأمراض النفسية هي فعلا أسبابة عضوية ما ننساهد الشي إن كان مشكلة بالسيروتونين أو بالدوبامين يعني عم نحكي إذا بدك بيقصص مشكلة بالغدل هي اللي عم تسبب لما دائما بس نعطي فعلا طابعة الجسدة لهالمشاكل بصير الواحد يتقبل أكتر العلاج بيعرف إنه هيدا الشي هو ما فيه يتحكم فيه ممكن فيه شي بده تضبيط مش بييده سو نعطي هيدا الطابعة الجسدة للشخص اللي بيمحيطنا بركي بركي بيصير يتقبل أكتر المساعدة في ناس السؤال سائل بيخطر كتير على راس بعد قد يمكن ثلاثة ربع ناس اللي حتكون عم تسمع الحلقة أو ثلاثة ربع على المجتمع إنه معظم الأوقات يلي منروح فيون عند الطبيب بيوجع معده ورع راس ورع إجر ورع ركي بحيال الله شي كتير جزرنا منسمع إنه هيدا سترس خففه سترس وبيمشي الحال بيروحه العوارد شو تعليقك على هاي الموضوع وشو النصايح اللي بتعطيها طبعا نكون عم نعليق على الأطب اللي بيقولوا هيك بس إنه شو النصايح اللي نحن فينا نعطيها للشخص اللي بينقله سترس هلا بعرف إنه كلمة خفف سترس فيها تكون بشعة على الشخص إنه لأنه لو فيني خففه كنت خففته بدون ما تقلي يمكن أحلى نعطي نصايح كيف يخففه يمكن هما بيعرف كيف ونقدر نعطي النصايح يعني اللي هو اهتمام بالنفس تركيز على الرياضة تركيز على الهويات الطبيعة الواحد يكون أقرب من الطبيعة بشكل عام ويكون أقرب من الناس اللي بيحبهم بشكل عام هلا إذا واحد عنده شغله وفي سترس كتير بشغله ما بعرف وما في يترك شغله بسبب وضعه المادي ما فيني يجعله ترك شغلك سوأكيد وقته بنصحه لا يشوف أخصائه وقته بيساعده بطرق وأسليب بيفوتوا بتفاصيل أكتر كيف يخفف من هيدا السترس وأكيد إذا الوضع ما بيقدر يغيره والسترس بيكون قوي كتير ما في غير بزروفه نهائيا وبدو يكون أروأ مثلا وبدو يخفف من هالعوارض الأوجاع وقته أكيد كمان مش غلط إذا بدو ياخد دواء بخليه تأكل ويكون مرتاح على القليلة بانتظار بانتظار ما كانت ظروفه تحسنت أو شغله تغير أو إتساترا حتى أنا دايما بقول للأشخاص أنه ياخدوا استراحة صغيرة يعني مشكلتنا بالمجتمع أنه تربين أنه الاستراحة هي هي الجمعة القاف اللي بناخدها مرة بالسنة على العلم أنه الاستراحة نحن بنستحقها بأي وقت يعني حتى يمكن خلال النهار أو خلال الأسبوع أو قات خمس دقائق بس نعمل شي صغير بخلينا نكون مبسوطين مرتاحين نشرج شوي الطاقة اللي نقصتنا ممكن هالشي يعطينا دعم ما ضروري دايما أو نشرج مية بالمية أو ما بنشرج بالمرة يعني شوية هيك دعم لحالنا بيساعدوا بيفيد كتير صح سؤال أخير عندي شو ممكن تعطينا الصايح للأشخاص يلي هن عايشين مع هيدور الاترابات بحب طمنهم ويتفائلوا أنه في حلول كل شي له حل صراحة مع الأسف ما رح باله وزيده كتير بعض الاترابات تتحسن برجع بقول مية بالمية بعض الاترابات بتتحسن سبعين وثمانين بالمية بعضو الطب مش متطور لدرجة كل شي يكون فيه عصص صحرية مع الأسف بس الأكيد هيكون فيه تحسن كبير شو بس يتوجهوا عند أقرب أخ الصائب يعرفوا ويسألوا ويستفسروا من نوعيب هذا الشي بالعكس هذا الشي عضوي ما لازم يكون فيه وسمي عليه نهائيا هل في شيء أخير بتحب تزيد وما سألتك عنه بالمبدأ لا thank you كتير على الاستضافة مثل العادة وعلى التوبيكس اللي كتير كتير interesting thank you شكرا كتير لألك دكتور سيد وأنا من عندي بهمني أقول هيدا يمكن الحلقة الأكتر شي بتأثبت إنه الصحة الجسدية والصحة نفسية نحنا ما فينا نفصلون عن بعض فبتمنى بكل مرة بيكون الشخص عم يقطع بأي شي نفسي أو بأي شي جسدي ما نفصل هول اتنين كليا عن بعض بالنهاية اتنين بيكونوا الشخص يلي عم يعيش وعم بيقطع بهيد الظروف يلي عم تصير معه شكرا كتير لكل يلي سمعونا ما تنسوا تتابعوا صفحتي على انستغرام لإرسال أسئلتكن فيكن تلاقونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشاركوا باي